الفنون إذا نقيت بمصفات الشريعة تصبح سلاحا فعالا في معركة وعي الأمة ووسيلة من وسائل نهضتها في إطار هذا التوصيف أقيمت في مدينة اسطنبول ندوة علمية حملت عنوان الفنون في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية برعاية مؤسسة فرقان للتراث الإسلامي وبمشاركة عدد من العلماء والباحثين المختصين في علم المقاصد وفروعه هذه الندوة التي تنظمها مشكورة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي هي الندوة الثانية في موضوعها وهو موضوع الفنون في ضوء مقاصد الشريعة هيئة علماء المسلمين في العراق شاركت في الندوة ممثلة بأمينها العام الدكتور مثنى حارث الضاري الذي أكد ضرورة تشذيب الفنون مما علق فيها من شوائب أعطت مفاهيم ودلالات تتعارض مع المقصد الشرعي هذه الندوة تسعى لإعطاء أبعاد أخرى للفن في ضوء الأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة العامة التي تؤكد على أن الفن ليس مجالا لللهو فحسب وإنما الفن هو عبارة عن الكلمة الموجهة والشعور الخلاق والإرادة البناء ووسيلة للنهوض بالأمام وأبنائها محاور الندوة جاءت متنوعة بدءا من التفصيل في التعاريف والمفاهيم والأنواع المتعلقة بالفنون مرورا بنظرة الشرع إليها ووصولا إلى كيفية استثمارها وتوجيهها توجيها إسلاميا مبنيا على قاعدة تراثية ومستندا على مفهوم عصري يتوخى الأفكار الهدامة إذا حرك فينا المشاعر العليا والتفكير المرتفع نحن أمام فن سام راق يرقى بالإنسان أما إذا حرك المبتذل من مشاعرنا والتافه من تفكيرنا نحن أمام فن رخيص والفن الرخيص يمكن أن يهدم مجتمع بأكمله وغاص المشاركون في أعماق مقاصد القرآن الكريم الجمالية وتمثلاتها المعرفية في الفنون الإسلامية كما تناولت الندوة فن العمارة الإسلامية ودوره في تعزيز الجانب الروحي في النفس البشرية بطريقة تسمو بها وتطير بها إلى فضاءات الإيمان واليقين والسكينة ينبغي للفن أن يأخذ مكانته من البحث والتأصيل والتوظيف الحضار المعاصر في بناء الإنسان وبناء المجتمع وبناء الأمة بشكل عام نتحدث في الحكم الوضعي كذلك عن الرخصة والإنسان